اشتركوا في القناة التبادل التجاري كما تنص الاتفاقية على تبادل المعلومات بشكل منتظم حول فرص الأعمال واللوائح القانونية في كل البلدين بالإضافة إلى ذلك ستدعم الاتفاقية وصول مجموعة واسعة من الفرص للشركات من خلال التعاون المشترك وتتضمن هذه الفرص الوساطة التجارية ومنصات تطوير الأعمال والفعاليات التجارية والندوات والأنشطة الترويجية المختلفة ومن المتوقع أن يفتح هذا التعاون أبوابا جديدة للشركات من جميع القطاعات مما يوسع بشكل كبير إمكانات نموهم في ظل مساعيها الرامية ومنطلق اهتمامها لتعزيز مكانة المنتجات الوطنية محليا وعالميا تشارك صادرات البحرين في معرض الخريف لعام 2023 بهدف تنمية العلامات التجارية المحلية من مختلف القطاعات من خلال تقديم تسهيلات لإشراكها في المعرض كما تأتي هذه الشراكة من المنطلق حرص صادرات البحرين على زيادة ورفع المستوى الانتاجي وتعزيز المؤسسات القائمة في البحرين وتهيئتها لتوسيع قاعدة انتشارها بالإضافة إلى تيسير تبادل الخبرات مع شركات المشاركة في ذات المجال من الدول المختلفة والوصول إلى شريحة عملاء جدد محليا وإقليميا وعالميا نسعداء بشركتنا وتوجده في معرض الخريف بجناح يضم 18 علامة تجارية بحرينية طبعا هذا بتعاون مع شركة انفورما ماركتس والعام الثاني على التوالي وطبعا تأتي هذه المشاركة في المعرض انعكاسا إلى أهداف ورؤية صادرات البحرين في سياق وطني والمتمثل في تحقيق هوية فريدة وموحدة للمنتجات المصنعة في البحرين طبعا هذا الشيء سيسهم في تعزيز جودتها وليعكس هذا التعاون تحقيق رؤية المنشودة في تعزيز وإبراز المنتجات الوطنية في المعرض وليعتبر كفرصة مميزة أيضا لزيادة الظهور للمنتجات المحلية للمؤسسات الوطنية والمصانع وهذه فرصة لإقامة تيسير تبادل خبرات مع الشركات المشاركة في نفس المجالات ومجالات أخرى إن كان مشاركات من داخل البحرين وحتى خارجها طبعا نحن شاركنا في المعرض هنا ثاني مرة بدعم مصادرات البحرين حبينا أن نواصل حق البحرينيين أن نحن عندنا كفاءة وكواليتي لنفس السوق العالمي بذن الله فشاركنا بأشياء مدرن مثل النوافير والفوزات أكد السيد سمير عبدالله ناس رئيس اتحاد الغرف العربية رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن التوجه لتأسيس شركة مقصة للعملات الأجنبية من المتوقعين أن يعزز حركة الأسواق الخليجية ويدفع بها إلى مضعفة معادلات النمو الاقتصادي في مجابهة مختلف التحديات الراهنة التي تواجه الأسواق العالمية مضيفا أن مثل تلك التوجهات كفيلة بتنشيط مجتمعات الأعمال الخليجية وتعظيم مواردها بشكل مستدام يتناسب مع التطورات التنموية المتواصلة وأشار خلال ترأسه وفد غرفة تجارة وصناعة البحرين المشارك في الاجتماع الثالث والستين لمجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الذي عقد في الدوحة أن العمل من خلال تلك المبادرة يسهم في تنشيط معادل حركة دوران رأس المال ويدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد في تعزيز تنفسياتها للعمل داخل الأسواق التجارية مشددا على همية مواصلة العمل الخليجي المشترك لتحقيق المزيد من المنجازات الاقتصادية والتنموية أصدرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر نوفمبر من العام 2023 حيث يجتمل التقرير على بيانات الواردات والصادرات وطنية المنشأ وإعادة التصدير بالإضافة إلى الميزان التجاري التفاصيل في التقرير التالي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة